أظهرت كاميرا المراقبة رجلا يسرق حقيبة المرأة في وضح النهار ظهيرة السبت بينما كانت جانيل ديلا ليبيرا تدخل وقود في سيارتها بمحطة الوقود قالت جانيل إنها تصرفت بشكل لا إرادي تقول جانيل بأنها جرت باتجاه سيارته وقفزت عليها وكلها أمل أن لا يحاول الانطلاق بها ووصلت لجانب السائق وبدأت بضربه بحقيبة يد كانت تحملها وعندها بدأ بقيادة السيارة للخارج وهكذا سقطت خارج السيارة وعندما أصبحت على الأرض كان ساقها تحت إطار السيارة فداس على قدمها ثم مضى تركت جانيل ملقاة على الأرض بجروحها ولكنها كانت يقضى أسفر الحادث الخطير عن إصابة جانيل في كاحلها والكثير من الكدمات والجروح والتواء شديد ذهل الأطباء لأن ساقها لم تتحطم وبمساعدة أكازات قالت إنها ستكون عاطلة عن العمل لبضعة أسابيع ولكنها ستكون بخير بعدها في الوقت نفسه فإن تلك المواجهة القريبة مع اللص الذي قاد سيارته من نوع كاديلاك فضية اللون سيكون شيئا لن تنساه أبدا وضافت إنه ظل يسبها بألفاظ مشينة وحاولها تخويفها لإبعادها عنه ولكنه كان خائفا منها ويعتقد بأنها ستقتله وهذا ما دفعه للتخلص منها وبعد سقوطها أدركت جانيل إنه لم يكن يجب عليها مقاومته لأن الأمر حقا لا يستحق تقول جانيل إنها كادت أن تتسبب بمقتلها وتتساءل ماذا لو كان هذا الشخص مسلحا أو أكثر شرا ولو أن ابنتها كانت داخل السيارة كان الأمر ليكون أسوأ من السيناريو الذي حدث بكثير سيناريو قد حدث بكثير